الفضل الفقهي للإمام الصادق صلوات الله عليه لا يختص بشيعة أهل البيت الإمام الصادق صلوات الله عليه له فضل فقهي على كل المذاهب الأربعة المذهب الحنفي المذهب الحنبلي المذهب الشافعي المذهب المالكي الإمام الصادق له فضل كبير عليهم جميعا أبو حنيفة إمام المذهب الحنفي تلميذ الإمام الصادق وهو أبو حنيفة يقول لولا السنتان لهلك النعمان النعمان اسم أبو حنيفة النعمان ابن ثابت سنتيا تتلمذ على يد الإمام الصادق أنتو تعلمون الأستاذ له دور كبير في صناعة شخصية التلميذ لا تعتمدون على الكتاب الإنسان الذي يتتلمذ على كتاب بنيته العلمية يكون فيها إشكال وخلل عادة إلا إذا واحد عند النبوغ خارق للعادة التتلمذ المباشر على الكتاب لا يصنع شخصية علمية عادة لا بد أن تشد الرحال إلى أستاذ الأستاذ يصنع شخصية التلميذ شخصية أبي حنيفة العلمية كما يقول هو لولا السنتان لهلك النعمان ما كان إلى شخصية علمية كما يقول الإمام الصادق كما يقول أبو حنيفة هو الذي صنع شخصيته العلمية الفقهية فأبو حنيفة تلميذ الإمام الصادق مالك إمام المذهب المالكي تلميذ أبي حنيفة فإذن مالك تلميذ تلميذ الإمام الصادق الشافعي تلميذ مالك إمام الشافعية إذن الشافعي تلميذ 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 الإمام الصادق أحمد بن حنبل تلميذ الشافعي إذن أحمد بن حنبل تلميذ 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 الإمام الصادق الإمام الصادق صلوات الله عليه له حق على جميع المذاهب المعروفة الكبرى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة